اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقد نرى توقعات يعني بهالمعدلة البسيطة كنا عم نشوف مستويات أعلى إعادة اختبار يمكن قمم جديدة منه مستبعد جدا لازم نتذكر أول مرة منشوف رئيس أمريكي كونغرس يعني حجم الناس اللي بالكونغرس اللي كمان بيشجعوا وبيدعموا البيتكوين لم نراه تاريخيا من قبل وكل عوامل بالطبع حتى لو كنا عم نشوف لا تدعم البيتكوين والعملات الأخرى اللي هلأ بعدنا ما عم نشوف يمكن دعم كبير عليها بس عم بل نشوف صندوق استثمارية ممكن أن تدخل في الريبل ممكن تكون عم تدخل في عملات رقمية أخرى كمان قد نرى ارتفاعها ولكن مش نهيك بالوقت الحالي بس البيتكوين اللي عم يأخذ الزخم الأكبر في العملات المشفرة نعم ونحن نتحدث عن العملات الرقمية وتحديدا البيتكوين هناك تصريحات كذلك اللي باول ربطة بين المنافسة بين البيتكوين والذهب بشكل عام الترجحات تميل لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن جيرون باول تصريحاته الأخيرة لا توحي بذلك بالتالي أي الخيارين أقرب يعني نحن طبعا لازم نحن خلص في رحلة تخفيض أسعار الفائدة هلأ السؤال قد يكون يمكن أجراسف في تسهيل وفي توصل إلى أسعار فائدة منخفضة أكتر الحديث اللي عم نسمعه لا برجع بإلنا أنه نحن معتدلين أكتر قد نكون أبطأ في تقليص أسعار الفائدة أسعار فائدة قد تكون نوعا ما ثابتة أكتر لفترة زمنية أطول هذا الشيء مدعوم أولا ببيانات سوء العمال اللي عم تجي نوعا ما جيدة كمان طبعا التضخم الرئيس كنا عم نحكي فيه أسعار المستهلكين وفيه كمان الاستهلاك لا تزال نوعا ما مرتفعة فالعاملين نوعا ما برجع بقول لنا أنه الفدرالي قد لا يتوجه إلى تقليص أسعار فائدة علما أنه ترامب في عنا مخاوف تضخمية قد تأتي معه فكلها نوعا ما عم تقلنا أنه قد لا نرى السياسة المتساهلة جدا وهذا الشيء اللي عم يدعم الدولار بهذه الفترة نبقى في الولايات المتحدة ولكن في قطاع النفط الرئيس المنتخد دونالد ترامب كان قد أشار لتخفيف القيود على قطاع القطاع بشكل عام بالتالي هذه الخطوة إلى أي مدى قد تشكل ضغط على الأسعار هل سنرى النفط الثاخري كذلك؟ هذا العنوان الرئيسي كان حتى بالحملة الانتخابية أنه رح نكون عم نحفر أكتر والنفط الأمريكي كما رح يكون مسيطر البعض يقول كمان يمكن هالتراجعات الكبيرة بإنتاج أوباك كانت عم تدعم كمان النفط في الولايات المتحدة أمر قد يعني من الوديهة أن يكون عم يستفيد منه دونالد ترامب وهذه من سياساته إذا بنا نشوف تاريخيا شو كان عم بيسير وقته كمان كان في يمكن في الرئاسة وكان عم يدعم كتاعة النفط في الولايات المتحدة بلشنا نشوف نوع من تقليص النفط من فنزولا كان في عنا قيود أمريكية عليها وقيود أو كمان أثرت لنكون عم نشوف قيود على النفط الإيراني فمن ناحية طبعا رح نكون عم نشوف يمكن نفط أمريكي أكتر في الأسواق ولكن كمان طبعا نعرف دونالد ترامب قد يكون عنده سياسات تحاول أن تقلص النفط بشكل عام من بلدين أخرى أن تكون في الأسواق لا يدعم السعر والإنتاج بنفس الوقت من الولايات المتحدة في إطار الحديث عن ناسواق السعر كذلك على مستوى الذهب هل لا يزال خيار وصول أنصة الذهب لثلاثة ألف دولار قائم في ظل المعطيات سواء على مستوى الأمريكي وسعر الفائدة أو على المستوى العالمي بشكل عام ممكن بس إحنا شو عم نحكي الفترة الزمانية هل في من هلأ لنهاية العام أو في الربع الأول الربع الأول تحديد نستبعد ليش لأنه عم نشوف عنا العديد من المعطيات كنا عم نحكي حديث الفدرالي إلى جانب كمان قرارات محتملة من جيرون باول أن ترجع تعيد نوعا ما كوة لأدولار واحتمال ضغوط تضخمية ترجع تعطينا نوع من الدعم لأدولار في ظل موجه من التوجه إلى الأصول العالية للمخاطر كنا عم نحكي عن الأسهم في الولايات المتحدة البتكوين كلنا عم تبعدنا عن المالذات الآمنة نوعا المخاطر الجيوسياسية عم تتراجع كمان شوي بهذه الفترة فأظم منها للربع الأول قد لا نرى ارتفاعات كبيرة جدا على الذهب أو محدودة بسبب قوة الدولار هل التصحيح وارد باختصار؟ يعني كمان لازم نتذكر عن العديد من البنوك الشريط على 2500 فكمان أقل منها المستويات قد تكون سابقا نعم إذن سيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية لدائب كويتي كنت يبعنا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر